لذلك نجد بأن رئيس أردوغان ومن معه من حلفاء ينادون على دول العالم الإسلامي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لأن الجميع الآن يشعر بالخطر والجميع الآن يتحدث عن أن هناك حالة من حالات الترقب لمسألة التخوف من الانزلاق في حرب إقليمية شاملة بل حرب عالمية عموما دعونا نلق نظره على الصورة التالية التي لدينا تعزيزات عسكرية للجيش الوطني التركي في إدلب تشمل أنظمة الدفاع جوي ورادارات ولوجستيات وأمام حضرتكم المشهد من إدلب للتواجد العسكري التركي وهذه التعزيزات العسكرية المكسفة للجيش التركي في إدلب هذا يوضح بأن الدولة التركية الآن تشعر بالخطر الإسرائيلي